موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم حبايبي طلاب الصف السادس اليوم نأخذ الدرس الثالث الكهرباء الآمنة في المنسل كثير ان شاء الله درس سهل كثير بسيط يلا يا حلوين خلينا نبلش في الدرس أول إشي في إشي اسمه التماس الكهرباء يومك شفت الكهرباء بتقول مرة واحدة بتقطع هذا اسمه التماس الكهرباء إذن أخمدت طواقم الدفاع المدني في مدينة الخليل حريق اندلع في منزلة نتيجة لحدوث تماس كهرباء بسبب تلامس الأجزاء المكشوفة مع الأسلاك الكهربائية في المطبخ مما أدى إلى حدوث شرارة كهربائية أشعلت حريقا في المنزل شو سبب حدوث الحريق في المنزل اللي هو يا حلوين التماس الكهربائي شو سببه؟ التماس الكهربائي شو المقصود بالتماس الكهربائي؟ التماس الكهربائي يا حلوين بمعنى تلامس جزء مكشوف في من الأجزاء الكهربائية يعني إنها بتطلع الكهرباء بتصيب بعضها خارج الأجزاء الكهربائية هذا هو المقصود بالتماس الكهربائي هيتعريفه حدوث تلامس بين الأجزاء المكشوفة من الأسلاك الكهربائية وقد يؤدي إلى حدوث شرارة كهربائية كيف يمكننا منع حدوث تماس كهربائي كيف يمنع اللي هو عن طريق تغطية الأسلاك المكشوفة وإصلاح الأسلاك التالفة هذا سأل كيف يحدوث التماس الكهربائي حكينا أنه بحدوث يا حلوين نتيجة تلامس الأشياء المكشوفة طيب نطلح هون هنا كلها تركب بالبطارية وهي هون أكشف ومعلمي جزءا من غطاء السلكين الكهربائيين وراقب شو بدي يصير يوم ما بيجي يلامسوا الجزئين المكشوفين ببعضهما شو بيصير طبعا ممنوع تصيبها بيدك هي امسكها ويصيبها فيها شو بيصير بيصير يا حلوين تماس كهربائي إذن بيطاء المصباح بيضئش وذلك بسبب مرور معظم الشحنات من القطب الموجب إلى القطب السالب لمصدر التيار دوم ما تمر خلال المصباح وهذا من سميه تماس كهربائي يعني هذا رح يطفي وكل هاتم رح يمر رؤية داخل يعني هيك رح تصير من البطارية تطلع وتعود تنزل هيك والمصباح رح يطفي هل وقيا المصباح مضيئا لا؟ حكينا ليش؟ إذن يوم ما بيصير تلامس بين أجزاء المكشوفة بين سلكيا بين دارة كهربائية في المصباح الكهربائي بيضئش لأنه التيار انتقل من القطب الموجب إلى القطب السالب دون أن يمر خلال مصباح الكهربائي وبنتج عنه شرارة كهربائية بتسبب الحرائق وهذا شو منسميه التماس الكهربائي هون الكهربائي الآمنة طلعوا الولد هذا المجنون هذا الولد بيعرض حاله للموت هذا كمان سلوك خطأ شو ماله؟ هاي التلفون بالشاحن هذا كمان سلوك خاطئ كلهم مروا بعض ممكن يصيبوا بعض هذا السلوك كثير خطير ممكن يسبب كوارث إذا هذا ترك الأسلاك مكشوفة في الشارع دوم نغطيها قد يلعب الأطفال بالأسلاك ويصابوا بصدمة كهربائية ممكن يموت الولدها لازم تغطي الأسلاك المكشوفة في الشارع حتى لا يلعب بها الأطفال هون استخدم الهاتف المحمول أثناء الشحن ممكن البطارية تنفجر وتسبب حروق للمستخدم ممكن أشياء الضر لتصدر عنه أثناء الاستخدام أكبر بكثير منها في الوضع العادي السلوك السليم إنه يستخدم الهاتف بعد انتهاء عملية الشحن ما تستخدم التلفون هو بشحن طبعا محداش راح يرد السلوك الخطأ إنه أكثر من جهاز على نفس القابس والنتيجة أنه يمكن يرتفع حرارة الأسلاك نتيجة الحمل الزائد بسبب لصهر المادة العازلة وحدوث حريق طبعا ما تستخدم أكثر من جهاز على نفس القابس هنا شو السلوك الخطأ إنه الأسلاك الكهربائية مكشوفة وتالفة نتيجة المتوقعة أنه يصير تماس كهربائي وحرائق شو السلوك السليم إنك تصلح الأسلاك التالفة وتغطيها بمادة عازلة هنا كمان بنفس الطريقة هنا تسحب القابس من المقبس بشد السلك تمسكه هيك ومرة واحدة هذا الحكي خطأ ممكن يعمل تلف أسلاك القابس وخلع المقبس من مكانه لازم عدم سحب القابس بشد السلك ممنوع هيك بتحطها على إيدك على الرأس وبتسحبه من الرأس شو السلوك الخاطئ؟ طلع كله ماي لمس المفتاح الكهربائي واليد مبلولة هنا ممكن يصير صدمة كهربائية وممكن تؤدي للموت طبعا دير بالك اسم جفف إيدك قبل لمس المفاتيح الكهربائية يلا اختبر نفسي أدقيق في الشكل ثلاث أوضاع غير صحيحة في استخدام الكهرباء هذا مجنون اللي بتعمل هيك أول إشي كلياته مطلع كم من مكبس هذا بيسوي كارثة هاي أول واحدة أكثر من جهاز عن نفس المقبس في أسلاك قريبة من لهب الغاز وفي أسلاك بالقرب من الغسالة في نفس الوقت موجود ماء الأرض كلها بتعمل كوارث لا سمح الله وهيك يا حلوين بيكون جاهز درسنا نشوفكم إن شاء الله في درس قادم إلى اللقاء